للحديث أكثر ينضم إلينا دكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من نابلس أهلا بك دكتور معنا يعني نداء من أمين عام الأمم المتحدة لإغاثة غزة بعد أن تحول وضعها إلى كارثة هل يحقق ذلك شيئا على أرض الواقع وتحت وابل الصواريخ باعتقادك؟ أهلا بكم يعني للأسف تبقى الأمور على أرض الواقع هي مغيرة للنزاءات ولا يتم للحجارة لقوات الاحتلال أبدا حيث تستمر قوات الاحتلال بالاعتداءات والانتهاكات استجاه الطواقم الطبية على جهة وعلى المدنيين علىها أخرى حيث يتم التنزاف المستشفىات والإصعافات والطواقم الطبية أكثر من 285 شخص استشهروا في الطواقم الطبية أكثر من 56 إصعاف تدمروا أكثر من 150 إصعاف تضرروا وما زالت الأمور مستشفى محاصرة أكثر من 30 مستشفى خاصة من الخنة بشكل كامل فبالتالي على أرض الواقع الأمور الصعبة للغاية لا يوجد وقود للآن نحن كهلال أحمر فلسطيني أعلن فقدانا لعمل في منطقة شمال غزة كمركز الإصعاف حيث كان يعمل سبع سيارات وكنا قد حذرنا على مدار أساسع حول الوقود وكنا نقطف قدر الاستطاع لكن السمرار القفص والحاجة لتنقل سيارات الإصعاف لاستهلاك كافة الوقود وتوقفها بشكل كامل وللآخر الآن نعمل عن طريق نقطة طبية فقط لعلاج الحالات المتوسطة والبسيطة لمساعدة ما يمكن المساعدة هناك نعم دكتور كيف تتعاملون مع خروج الأوضاع الصحية عن السيطرة في شمال ووسط القطاع وتركز الضغط على ما تبقى من المشافئة العاملة في الجنوب نعم يعني عندما نتحدث عن منطقة الشمال والجنوب المنطقتين تعانيان من مشاكل صائقة في موضوع الصحة الشمال لا يوجد مستشفات ولا مراكب طبية ولا سيارات إصعاف والجنوب هناك ضغط كبير جدا سواء كان من النازحين الموجودين بآلاف موجودين في المستشفات والنباني المستشفات أو أيضا حتى سيارات الإصعاف ليس هناك عدد كبير هناك تضرر كبير جدا من سيارات الإصعاف تضرر وخرج من خدمة بسبب الوقود أو بسبب النسب الهدافات فبالتالي الجهتين هي تقع ضمن كارثة بيئية وصحية لكن تقع شمال قطاع غزة محروم من المساعدات من بعد الهدنة نحن أدخلنا 310 شاحنات تم نقلهم خلال الحواجز الواصل ما بين جنوب وشمال قطاع غزة أثناء الهدنة فقط بعد الهدنة لم يدخل أي شيء إلى منطقة شمال قطاع غزة دكتور ما هي رسالتكم إلى العالم كجهات صحية وقطاعات حيوية فاعلة في مشهد الحرب وما هي أبرز احتياجاتكم اليوم نحن كالعادة أولا وقف العدوان على الجميع على جميع سكان المدنيين الذين يتم قصفهم في المدارس والمستشفيات وفي المباني السكنية وفي شكل مربعات كافلة مباني ضخمة تفقط على رقوفي فيها من مواطنين أيضا إدخال الوقود للمستشفيات للسيارات الإسعاف للخدمات الإنسانية لضخ المياه للشرب لصحب مياه العادمة لإنقاذ البيئة وإنقاذ صحة الإنسان بأسرع وقت ممكن فتح ممرات إنسانية للمساعدات حيث أن الذي يدخل حتى الآن هو بمعدل 80 إلى 100 شاحن يوميا وهو لا يكفي إلى شيء ففتح ممرات إنسانية على مدار الساعة هو مهم للغاية إنقاذ النازحين من الأجواء الباردة التي دخلت التي أدت إلى انتشار على خديدنا الأمراض خاصة الأمراض الجلدية والمعوية والنزلات التنقصية التي وصلت إلى الآلاف ما بين هؤلاء النازحين كل هذه المناشدات إضافة إلى عادة تشغيل المستشفيات التي خرجت من خدمة بأسع وقت ممكن نعم إذن الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني كنت معنا من نابلس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك